هل القرآن الكريم يقبل القراءات المتعددة أم لا انسجام القرآن الكريم مع القراءات المتعددة هل يمكن أن نفسر الآية الواحدة بتفسيرات متعددة نقرأها بقراءات مختلفة كسائر الموجودات احنا قلنا افترضنا في المحور الأول أن كل موجود تقدر تقرأ قراءات متعددة لأن الوجود يحمل ألوان متعددة هل القرآن الكريم يقبل قراءات متعددة يقبل تفسيرات متعددة أم لا هذه نظرية تعدد القراءات للنص الواحد نحن أمام مقالتين المقالة الأولى أن القرآن لا يقبل إلا تفسيرا واحدا لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قصد من الآية معنا واحدا كل آية لها معنا واحد عند الله عز وجل بما أن المتكلم وهو الله قصد من الآية معنا واحدا وليس معاني إذن إن وصلنا إلى ذلك المعنى أصبناه وإلا أخطأنا فليس للآية إلا تفسير واحد وقراءة واحدة لأن معناها عند الله شنو واحد تجي إلى مقالة أخرى يقول لك لا قرآن يقبل تفسيرات متعددة يقبل قراءات متعددة ليش؟ هذه النظرية ترجع إلى نظرية أسبق منها لنظرية أكبر من هذه النظرية ما هي؟ النص عموما مو بس القرآن النص أي نص لغوي مسألة ترتبط بعلم اللغة كل نص أي نص لغوي عربي إنجليجي فرنسي أي نص كان كل نص هل له تفسير واحد أم له تفسيرات متعددة مقالة الأخرى تقول ما في تفسير واحد إلى النص لأنه أساساً ما إلى معنى واحد النص كيف؟ النص في حد ذاته لا معنى له النص إذا جرته عن ثقافة القارئ لا معنى له لماذا؟ لأن النص صامت والصامت لا يفسر نفسه الصامت لا يشرح نفسه النص صامت قرآن حديث كلام أي فيلسوف كلام أي متكلم هذا نص النص في حد ذاته وجود صامت لا يفسر نفسه لا يقرأ نفسه إذن النص ما إلى معنى في حد ذاته إنما النص له معاني عديدة بتعدد الثقافات كل قارئ يقدر يقرأ النص من حقهم شنو؟ ثقافته بمقتضى ثقافته ليش النص ما إلى معنى في حد ذاته؟ قل لك أنت الآن تقدر تفهم كلام بدون ثقافة؟ يعني مثلاً تجيب إنسان عاش في الأدغال عاش في الأدغال عاش في أدغال الجبال في مغارات الجبال لا يحمل أي ثقافة كل ثقافة ما عنده يعني؟ تجيب تقرأ عليه نص يقدر يفهمه؟ ما يقدر يفهمه؟ لما؟ لأن له لأنه ليس له ثقافة مسبقة صنم هو ما عنده مفاهيم حتى يفهم لابد أن تكون له مفاهيم مسبقة ليقرأ النص من خلال المفاهيم التي في ذهنه فيفهم النص إذن هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن النص ما إلى معنى في حد ذاته معنى النص بالثقافة التي يحملها قارئ النص معنى النص بالمفاهيم التي يحملها قارئ النص ما عندنا معنى سابق معنى في رتبة سابقة لا فهم النص ومعنى يتبع ثقافة من يقرأ النص ومن يقوم بتحليله إذن نجي إلى القرآن الكريم القرآن الكريم نص صامت ما إلى معنى في حد ذاته لا تقول إلى معنى في حد ذاته لا ما إلى معنى في حد ذاته نص صامت كل يستطيع أن يقرأه من خلال ثقافته التي يحملها فتختلف القراءات نتيجة اختلاف شنو؟ الثقافات ثقافات القرآن زين نطرح الآن مقالة توفيقية بين هاتين النظرتين النظرة التي تقول ليس للقرآن إلا تفسير واحد النظرة التي تقول القرآن له تفسيرات متعددة مثل مثل أي نص لغوي آخر تفسيراته بثقافات قرآن لا أكثر من ذلك زين نجي نطرح مقالة توفيقية نقول طبيعي كل كلام يقصد المتكلم به معنى إنه معين سواء كان معنى واحد أو معاني متعددة بالنتيجة هو قصد معنى حسب النظام اللغوي في كل لغة شلون حسب النظام اللغوي إذا نرجع لي ما يذكره علماء الاجتماع علماء الاجتماع يقولون اللغة ميثاق شنو معنى اللغة ميثاق خل أشرح لك هذه النقطة حاجة حاجة المجتمع البشري للتفهيم والتفهم حتى أفهمك وتفهمني حتى أفهمك وتفهمني حاجة المجتمع البشري للتفهيم والتفهم هذه الحاجة فرضت على المجتمع البشري أن يخترع اللغة اللغة جاءت لتلبية حاجة المجتمع للتفهيم والتفهم زين لما المجتمع البشري اخترع اللغة كل قوم اخترعوا لهم لغة كل جماعة اخترعوا لهم لغة حتى يتم التفهيم والتفهم بين ابناء المجتمع احتاجوا الى ميثاق شنو هذا الميثاق هو اذا قلنا لفظ ما فنحن نقصد ذلك الجسم السائل اذا قلنا لفظ ارض فنحن نقصد ما التراب الذي نعيش عليه صار ميثاق بين ابناء المجتمع ميثاق بين ابناء المجتمع متى ذكر اللفظ الفلاني فالمقصود المعنى الفلاني كل المجتمع اتفق على هذا الميثاق بما ان المجتمع اتفق على هذا الميثاق اذا انا متى تكلمت فقلت شربت ماء انت نتيجة معرفتك بالميثاق الاجتماعي تعرف معنى كلمة شربت تعرف معنى كلمة ناء اذا اللغة ميثاق اجتماعي بني على تعاقد ابناء المجتمع على استخدام الفاظ معينة لمقاصد معينة فبناء على هذا الميثاق ما يجي واحد يقول لك والله انا اتكلم بكلام لكن ما الى معنى ما يصير انت خارج عن الميثاق غير معقول والله انا اتكلم بكلام لكن كلامي ما الى معنى ما يصير بما انك تكلمت بكلام وهذا الكلام تبقى الميثاق الاجتماعي يعني مضامين معينة اذا انت تقصد شنو تلك المضامين المعينة مقتضى الميثاق الاجتماعي ان لكل نص قرآن او غير قرآن لكل نص مقصود معين عند من تكلم بهذا النص وعند من تحدث بهذا النص هذا بناء على الميثاق الاجتماعي اذا الله تبارك وتعالى عندما انزل القرآن باللغة العربية نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين الله انزل القرآن باللغة العربية وهو يعلم بالميثاق اللغوي العربي وان لكل كلمة معنا معينا اذا هذا القرآن له مقاصد معينة في حد ذاتها قصدها من تكلم بها وهو الباري تبارك وتعالى زين تبارك وتعالى